عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً لبحث السلم والأمن الدوليين في البحر الأحمر وخلال الجلسة حضر مساعد الأمين العام للشرق الأوسط وأسيا والمحيط الهادئ خالد خياري من العواقب السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية الوخيمة للتصعيد العسكري في البحر الأحمر مع قطر تفاقم التوترات الإقليمية تواصل الأم المتحدة التحذير من التدعيات السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية السلبية للتصعيد العسكري في البحر الأحمر ومخاطر تفاقم التوترات الإقليمية لا تزال تهديدات الحوثيين المستمرة للملاحة البحرية إلى جانب خطر حدوث المزيد من التصعيد العسكري تشكل مصدر قلق بالغ ويمكن أن يؤثر على الملايين في اليمن وفي المنطقة وفي العالم